كل العالم بلبنان عم تحكي عن الغلاء وفرق العملة وكل حدا بيشوف حالة البلد من منظوره فيديو عفوي لطفل لبناني انتشر على منصات السوشال ميديا عم يحكي فيه عن ارتفاع اسعار الاكلات الطيبة وانه الاكلة اللي كان اشتريه بألف من زمان هلأ صار حق 8000 ليرة خلونا نشوف مع بعض البونجيسة والبسكوتي صار حقهم 20000 مش طيبين كانوا حقهم بالزمانية ألف وقدتو وقدتو منه المفاش علا اصاره كتير كتير غاليين حقهم 10.000 اربع شغلية عم بتبيني يوم في وقت مي با 80 شو مينا ناعمل شوها العيشة لا ماي لا اشتراك لا كهرباء لا نزوت لا بنزين شوها العيشة بصر الواحد اذا بدو يضع فيش مصاري بصر اذا بدو روح يكذر فيش بنزين السيارة وفاطية بصر رايجي يشتي احسن شي يشتري كل ويضع على احسن شي شو ملنا ناكل شو هالعيش اذا ملنا ناكل انجا ملنا ناكل انجا ملنا نشرب لا اكل ولا ماي مانا ربطة خبز انجا ناكل فيها الاكلة ما في خبز انجا نلاقي بالدكاكين نحن هولا ناعدين عكوكب الارض عكوكب الارض والله بجهنم لأ بجهنم ارحم شو ها شو هالعيش كيف هي عامل يا لابا تساعدين وشوفين منصات لبنانية قالت ان الطفل اسمه حسن حسن حصد على تفاعل كبير بلبنان ومن التعليقات تعليق من زينب بيقول حتى الولاد تعبوا وصار كل حكي وما في الا كهرباء وماي وبنزين الله لا يوفقكن حرمتوا الولد من ابسط شي اما ريم فعم تقول انا ابني عمره سنتين وصار بيعرف شو يعني بتجي الكهرباء ووقت بتجي بصيري زقف كرمال يحضر التلفزيون اما ايات فعم يقول وضع محزن اقل حقوق الاطفال ب2021 ما في لما الطفل بيحكي مثل الكبار مش شي مفرح مهموم مثل الكبير اما مجد فعم يقول الموضوع ما فيه شي بضحك اذا كان بسوريا ولا بلبنان الجيل اللي صغير محروم من كل شي والله يفرج على الجميع تعليق من ليلى بيقول لش هيك صاير بلبنان ما عندهم قيصر ولا ارهاب ولا حصار انا عدو من سوريا جابوا لليلى على سؤال مشاهدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة